صندوق النقد الدولي أصدر تقرير التقرير ده جاي بعد سنة من البداية الرسمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى قدمته الحكومة المصرية التقرير ده تقرير مفصل جدا فيه تفاصيل كثيرة أوي لكن أهم حاجة فيها هي إزاي الصندوق النقد يرى حتى هذه اللحظة يرى التقرير يرى فيه التطور يرى فيه الإجراءات اللي قامت بيها الحكومة على مستويات مختلفة هما مش بس بيبصوا على فكرة سعر الدولار ولا بيبصوا مثلا بس على أسعار الوقود أو الطاقة دي كلها جزء من كل تفاصيل في صورة أكبر يعني اتكلموا النهاردة بعد سنة كاملة بإنه الإجراءات اللي تم تساعدت جدا أو بتساعد جدا فيه فكرة إنه العجز الخاص بالموازنة المصرية موازنة الدولة يتم التعامل معاه وخفضه التقرير قال إنه الحكومة قبدت التزام بتنفيذ زيادة جديدة في أسعار الوقود عايز أقول لحضراتكم بس عشان ده ممكن يتاخد فيه عدد من في حياتنا يعني فيه دلوقتي مع الشاشات ومع التواصل الاجتماعي ليس جديدا أنا بقول كلام ده على مستوى معلومة إحنا كان معنا مسؤولين كان معنا وزير مالية كان معنا مسؤولين مختلفين قبل كده فيه زيادة لكن الزيادة دي لا تحدث كان الشهر اللي فات في ديسمبر كانت الناس خايفة بتقول هو ديسمبر اللي فات ده كان البنزين حيزيد كان معنا وزير مالية قبل كده وقال بشكل مباشر أنه أسعار الوقود أو أسعار الطاقة ستبقى كما هي لغاية السنة المالية اللي بتخلص فيه 30 يونيو 2018 التقرير النهاردة كان بيتكلم عن أنه الزيادة المتوقعة وفقا للحكومة واتصال الحكومة بسندوق النقد يكون فيه خلال الفترة لغاية شهر ديسمبر 2018 وبالتالي علشان بس منعن لأي نوع من الإخلال بالمعلومة أو أن احنا ما نفهمش الحكاية أو يتم نقلها بشكل غير دقيق اللي جاي في التقرير متفق مع ما ذكرته الحكومة حتى هذه اللحظة التقرير قال أنه مراجعة التانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم نشره النهاردة بيظهر عدد من المؤشرات الإيجابية ما يرتبط فيه بعدد من التوصيات المهمة سواء ما يرتبط بالعمل زيادة فرص العمل بالنسبة للمصريين 3.5 مليون مصر ينضموا لسوق العمل خلال الخمس سنوات اللي جاية مصر تحصل على 3 مليار دولار أنا ابتدت من الآخر ناسف العام المالي منقشة موعد تنفيذ أليه التعديل أسعار الوقود خلال المراجعة الثالثة في شهر فبراير مصر ملتزمة بوضع أليه تزيادة أسعار مواد بيترولية ألياً مع ديسمبر اللي جاي ابتداء من شهر ديسمبر 2018 زي ما كنت بقول لحضراتكم وأنه برنامج الإصلاح الاقتصادي لن يتأثر بالانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر